السلام عليكم حبوبات وشراكم ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا مردحين ومتهنيين يا رب العالمين حبوباتي سامحوني دخلت عليكم بهذا الروينة بهذا الكارثة اللي صاري في الاشام برتاعي ولا تقدروا تقولوا في الدار كامل حبيباتي حبيت برك نقولكم يعني الله غالبا يا راني عندي الضيق 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 بالزاف يعني هو صراحة نضيق في القلب ثاني يعني انا داري صغيرة بالزاف راهي يعني تقدروا تقولوا عليها ستوديو فيها غير دوشامبر صغار وخلاص أولاتي اللي نخيط فيها وبتيب كويزين هيكا في الكوانا يعني ضيقة ضيقة ما تأمنوش ريسانكم يعني حتى دفاك نحب نشري حواج ونعمر ما عندي شوين نحط راني عن كيما نقولو الشرية غير ضروريات وعندي غير ضروريات ما لقري هيكا والله عندي سرتو سرتو هذيك الشامبرا اللي كنتوا تشوفوا فيها الشامبرا لولا فيها كركبة كبيرة كبيرة ودارت لي واحدة تاقة سلبية راح توصلني للاكتئاب مي كيما على بالكم سمسوما ما رحش تخلي هذيك التاقة السلبية توصل على الاكتئاب اليوم نقضي عليها أقبل ما تقضي عليها فوالا كيما شفتو هذيك الكانابيتة الفراش راني كنت فرغتو كامل عودوا من فضل الحويج شمستهم وروليتهم حطيتهم هنا كيما راكم تشوفوا روليتهم وربطهم هيكا بالربطهم باش هيكا للهزان يجيوا سهلين كيما على بالكم راني نحذر الى رمضان والحويج هذو راني للم فيهم للرحلة ثانية أمامتان وقلت باش نهار رحلة إن شاء الله يجيوني سهلين على خطر كيما تعرفوا حبيباتي رمضان فيه الانشغالات بزاف هذي صلاة هذي هذي هدى قرآن لازم نختمه هذى كيما نقوله طياب هذى صحور هذى فطور هذو خرجات وزيد معا الخياطة وزيد معا أخر تشري السلعة وهذيك اليون جات لازم تستقبلها ومنه ومنه يعني آآ يعني التزامات بزاف وانشغالات بزاف والوقت ما يكفيش وزيد الإنسان يتعب في رمضان أعلى بيها قلت نوجدهم حويجي قدرك قبل ما يدخل سيدنا رمضان نتوايهم ننفضهم ونشمسهم وهكا نلمهم أكوتي ونغطيهم به نهار إن شاء الله هي سهل ربي انهز ديراك نلقى كل شواجد يعني من وليش نعود نلم في قشي من جديد ولكن كما راكم تشوفوا اللبنات في الفيديو هذية هذو ما لبصي تعي تعي تعلاوات كامل روليتهم في بعضاهم تعي البونج في بعضاهم تعلي دغاء في بعضاهم وهذو ما لبنات امطار احتصوف كاريات هذو مخدمتهم ديك وساعة هكا تاقعاد إن شاء الله هكي نرحل داري نفرجهم ونوريهم لكم هذا المخاد اللي كنت شاركتهم معاكم للصالون اللي شاركتوا جديد أني لبست منه غير زوزبرق والأخرين حتى نرحل إن شاء الله به نلبسهم على خاطر المخاد الأخرين كنت مستعملت ملبست لهم لكاش لقدم يعني اللي راني نستعمل فيهم ليامت هذو ما هنا كي ما راكم تشوفوا هذي هي لشامبر الكاريتة اللي حكيت لكم عليها اللي راهي لامة الهم وما يلم كي ما راكم تشوفوا نظرا للضيق الله غالب لبنات ما عندي شوين نحط دائرة هذا البلاكار راني لامة فيه كلش ومغطيته برك هيكا وكل مرة ما نحتاج حاجة نجبدو نرجع سير توليامت هذي خرراني مشغولة بزاف والله غالب ما عنديش الوقت باش نفرز وهذي لشامبر خصوصا راهي لازمها لبنات لازمها تقدري تقولي انهار مصباح للليل لها وحدها يعني باش تنيتواي وتفرزي وتخبي وترجعي كل حاجة في بلاستها لازمك انهار كامل مصباح للليل وأنا يعني تقريبا يوميا نخرج أزيد مع الخياطة والواحد الله غالب ما كانش الوقت مي اليوم دي سيديت أني ندير النيتواياج اللي كبير والعاميق العاميق بهكا نحضر يعني الرمضان ومنها نوجد يعني اللي محواجي كامل في كراتين يعني اللي ما عن تاعي كامل نرتبهم نظفهم ونرتبهم في سانا ديق هذو كتاع الكارتون بهكا هالرحلة تاني هما تاني يجيوني ساهليا كما قلت لكم حبيباتي هذو ما لما عند فرجوا شوية على بلي تحبوا تشوفوا لما عند لبنات الله غالبا تسمع لبنات عندي كما قلت لكم الضيق بزاف على هبيها كل شي رهم خبيوا وملموم هنا في البلاكار ان شاء الله كينا رح شوفوا الغبرة لبنات هناك كان عندي تخافاي في الدارة لها غالب متل ومش عليا ماني نتوايت كل شو خبيتو في الكراتن باش هكا يجيني ساهل وممطن يعني يجيني ساهل نهارنا رح نلقى كل شي مرتب وواجد في الكراتن يبقى لي غير الهزان وتاني نقضي على هذيك تاقة سلبية لبنات والروي والروينا كيما يقولو خاوتنا في المغرب الروينا اللي كانت والحايحة اللي كانت صايرة في هذو الأشامبر شوفوا معايا حبيباتي هنا كنت انيت واي ونلم يعني ونفرز جبت كراتين كيما ركمت شوفوا بديت ان نرتب بالتريقة هذية باش هكا نتهنا اول حاجة من الترتيب تحم ومن التنظيف وثاني حاجة يجوني موجدين نهارنا حبنا رحلكي ما قلت لكم انهز دي راكت واهم اهم حاجة شوفوا لبنات هذيك الراحة النفسية كي لميتهم كاملة غسلتهم نظفتهم وخبيتهم هكا ومبعد اه كي جيت نطلع لهم ولجيتهم مرتبين واو حسيت بواحدة الراحة نفسية ما تتصوروها شما لقري جسمي مكسر بصح كي نشوف هكا دعوة مرتبة ونقيقية كي ما يقولوا خاوتنا تزيرية ونقيقية نحسب هذيك الراحة النفسية والابادية ما على بالش اسكنتم كمانا ولا لا المهم راني فرحانة كي نحيت هذيك الغبرة وهذيك الوسخ وهذيك الكركبة هذيك كامل اللي ميتها هنا عندي حويش فصاشيات تاني حاطتها من فوق هذيك المشتريات اللي كنت شاركتها معاكم في الفيديو السابق هذيك خليتهم فصاشيات يعني محبش نحطهم في الكراطن وتاني سيقتون الضف تشوفوا كيف هالبنات لاتوليا رجع التبرق هذيك الارض ولا التبرق لبنات غير هيك يعني يعني تشوفي النظافة وتشوفي النقاة والترتيب يعني نفسيتك ترتاح وهذيك التاقة السلبية تروح تنظيف هذيك فهمتوني ما لماذا بنا نحاربوها التاقة السلبية نحاربوها اقبل ما تحاربنا هي هذو ما كامل غطيتهم الافريشة تعي كنتوا شفتوهم كامل غطيتهم رتبتهم هنا وغطيتهم نهارا حب نرح ان شاء الله غير ننهزو وخلاص يعني يبقى لنا غير الهزان هناك يما راكم تشوفوا هذيك البيدون تزيت يقولكم باي باي حبيباتي ليعجب هالفيديو تاع اليوم تشاركني برك بجام عفوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر